لا إله إكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إلخاء يا رحمة الله هيا على الصلاة يا رحمة الله يا رحمة الله يا رحمة الله هيا على الصلاة الله يا رحمة الله يا رحمة الله يا رحمة الله فكشف الله به الغمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أما بعد لا تقوم حضارة وتستمر قوية بدون بشر رجال ونساء فالمجتمع يحتاج إلى الطبيب والمهندس والبناء والعامل والتاجر والضابط والشرطي وبغير هؤلاء لا تستقيم الحياة وتنهار الحضارة ورجال اليوم ونسائه كانوا أطفالا وردعا بالأمس والسبيل الوحيد إلى إنتاج إنسان جديد هو أن تحمل أمرأة في رحمها طفلا لمدة تسعة أشهر ولا يمكن أن يتم تصنيع الأطفال في المعامل ولا المصانع ولا يستطيع الرجال القيام بهذه الوظيفة لذلك فإن دور المرأة في الحفاظ على الحضارة واستمرارها هو دور لا يمكن تعويضه وتركها للوظيفة التي لا يستطيع غيرها القيام بها هو كارثة ستدمر مستقبل الأمة بل البشرية جمعاء لقد كان للحركات النسوية وحركات المساواة بين الرجال والنساء دور كبير في أن تتخلى كثير من النساء عن وظيفتها كأم وتجعل جل أهدافها في الحياة أن تعمل عمل الرجال وأن تستقل ماديا بل أصبح معظم النساء يفجلن من أنهن أمهات وربات بيوت وأصبح بريق الوظيفة والعمل أكثر جاذبية لغالبية النساء والمرأة العاملة في الغالب لا تستطيع العناية بأكثر من طفل أو طفلين فكان عمل المرأة ودعوات النسوية والمساواة بين الرجال والنساء أحد الأسباب المهمة لقلة عدد المواليد لقد وصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الأبناء فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا يخلو تاريخ الأمم من حروب وصراعات فإذا كان هناك مخزون من الأبناء والشباب تمكنت الأمة من تعويض من يستشهد في الحروب وتظل الأمة قوية صامدة أما إذا قل الشباب فإن الحرب ستكون سببا من أسباب فناء وانهيار الحضارة وفي ظل الحضارة المادية التي يعيشها العالم قد يظن بعض الآباء والأمهات أن إن جاب عدد قليل من الأبناء سيكون سببا في حياة أكثر طرفا وغنا أو قد يظنون أن كثرة الأبناء ستسبب الفقر وهذا أمر غير صحيح فقد تكفل الله برزق كل مخلوقاته قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم والدابة هي اسم لكل نفس تدب على وجه الأرض سواء كانت من العقلاء أو من غير العقلاء وكثير من الدواب التي خلقها الله تعالى بقدرته لا تستطيع أن تحصل رزقها ولا تعرف كيف توفره لنفسها لضعفها أو عجزها ومع هذا فالله تعالى عز وجل برحمته وفضله يرزقها ولا يتركها تموت جوعا ويرزقكم أنتم أيضا لأنه لا يوجد مخلوق مهما اجتهد ودأب يستطيع أن يخلق رزقه وقد تسببت الإباحية الجنسية في عزوف الشباب والفتيات عن الإنجاب فبعد أن كان الزواج هو الطريق الوحيد إلى إشباع الرغبة الجنسية أصبح الشاب يستطيع أن يحصل على متعاته الكاملة بدون أن يتحمل تابعات الزواج والأطفال فعندما اضمحل ضول الأسرة والزواج لم يعد إنجاب الأطفال سواء عبء لا طائل من ورائه وشجعت وسائل منع الحمل وتشريعات الإجهاض على التخلص من مسئولية الأطفال وتعاني أوروبا الآن من الشيخوخة السكانية وهي زيادة كبيرة في عدد كبار السن مقارنة بعدد الأطفال والشباب وهذا هو الحصاد المر للثورة الجنسية التي بدأت في أواخر الستينات من القرن الماضي واضطرت هذه المجتمعات عندما اكتشفت عمق الكارثة أن تفتح أبواب الهجرة لاستجلاب أيدي عاملة من البلاد التي لم تصلها هذه الثورة الجنسية قال تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وسوء سبيل الزنا يمتد أثره من الأفراد إلى المجتمعات والأمم وإذا كان الزنا قد ساهم في تقليل عدد الموليد بدرجة كبيرة وإن لم يمنعها تماما فإن الشيوع الشجود الجنسي وتمجيده والترويج له له أثر أشد خطرا على قلة المواليد فالعلاقات المثلية يستحيل أن تنتج أطفالا ناهيك أنها تقلل عدد الرجال والنساء المتاحين للزواج والإنجاب قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فإذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فمن أين تأتي الذرية ثم تأتي دور بعض القوانين الوضعية التي تفرد في تمكين المرأة وتفرد لها ما لم يفرد لها الله ورسوله وهذا النوع من القوانين وإن كان في ظاهره نصرة للمرأة فإنه يضرها أبلغ الضرر حيث يعزف الرجال عن الزواج لخطورة تبعاته مما ينعكس سلبا على النساء عامة ومن الأمثلة الواضحة للشيخوغة السكانية اليابان واليابان دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة واقتصاد من أقوى اقتصاديات العالم ومن أكثر الدول تقدما تكنولوجيا تعاني اليابان من تناقص في عدد السكان بحوالي مليون نسمة سنويا وإذا استمر معدل التناقص في مواليد اليابانيين يتوقع أن ينخفض إلى 42 مليون في العقد الأول من القرن القادم بعد أن كان 148 مليون في العقد الأول من القرن الحالي أي أن اليابان سينخفض عدد سكانها إلى الثلث خلال مائة سنة وهذا تهديد وجودي لها وما هي أسباب قلة المواليد؟ في دراسة شملت آلاف اليابانيين أفاد ثلث العينة أنهم لا يرون أي سبب للزواج وإنجاب الأطفال حيث أنهم يرون أن بقاءهم بدون زواج يمكنهم من إنفاق أموالهم على هواياتهم ومتعهم أما إذا تزوجوا فإن تبعات الزوجة والأبناء ستحرمهم من ذلك أي أن تنام النزعة الفردية والأنانية لكل من الجنسين كان له دور كبير في ذلك كما أن شعوع الزنا والعلاقات العابرة أدى إلى زهد اليابانيين في إنجاب الأطفال وكذلك بالإضافة إلى انتشار المواقع الإباحية والدمى الجنسية مما كان له آثر كبير في تفاقم هذه المشكلة كان الجيل السابق من اليابانيين يبدأ في إنجاب الأطفال في العشرين من العمر ولكن الجيل الحالي لا يفكر في الإنجاب قبل أن يحقق نموا وظيفيا وماليا فأدى ذلك إلى تأخر إنجاب الثلاثينيات من العمر ومن الحلول التي لجأت إليها اليابان هي التوسع في استخدام الروبوتات في مجال العناية الصحية لتعويض نقص الأيد العاملة وإن كان هذا حلا جيدا على المدى القصير فإنك لا يمكن أن تقيم أمة على الروبوتات إننا الآن في زمن الحصاد لما زرع في الستينات والسبعينات من القرن الماضي فالإباحية الجنسية وانهيار منظومة الأسرة وشيوع الثقافة الفردية والأنانية نهيك عن خروج المرأة للعمل مثل الرجل وازدرائها لوظيفتها كأم أدى إلى أمرين الأول قصير المدى وهو طفرة في النمو الاقتصادي بسبب خروج المرأة للعمل فزادت دخول الأسرة وزادت مظاهر الغنى والرفاهية بل وزادت نمو الاقتصادي للدول لزيادة الأيد العاملة والثاني هو أمر بعيد المدى بدأنا نشاهد آثاره وهو قلة الشباب والأيد العاملة وشيخوخة للمجتمعات ذلك أن النساء العاملات لم يتمكن من إنجاب عدد كاف من الأبناء الذين سيحملون الراية في المستقبل ما أشبه ذلك بمزارع لتيه جزء من القمح للطعام وجزء للزراعة فوسع على أهل بيته وخبز القمح كله ولم يزرع شيئا فأكل أهل البيت وشبعوا ثم إذا جاء العام المقبل لم يجدوا ما يقتاتون به إن لنا فيما حدث للأمم الأخرى عبرة وعظة وعلينا أن نحافظ على منظومة الأسرة المسلمة بكل ما أوتينا من قوة لأن المؤسفة أن كثيرا من المسلمين ينحون نفس النحو وينهجون ذات المنهج أن أبي سعيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حتى لو سلكوا جُحر ضبٍ لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وبعد أن رأينا الحصاد المر الذي تجنيه الأمم دعونا نقارن بينه وبين المنهج والسبيل الإسلامي خلق الله الإنسان وغرس فيه غرائز فطرية لكي يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا ومن أقوى الغرائز التي غرسها الله في الرجل والمرأة هي الغريزة الجنسية بها يميل الرجال إلى النساء والعكس خلق الله هذه الغريزة وقيدها ووظفها من أجل عمارة الأرض وصلاح الدنيا والآخرة ونحى الإسلام في ذلك منهجاً وسطياً بغير إفراط ولا تفريط فلم يمنعها ويكبتها تماماً كما يفعل رهبان النصارى ولم يطق لها العنان بغير ضابط ولا رابط كما تفعل الحضارة الغربية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأطقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأغلق الإسلام كل منافذ والمتعة الجنسية إلا من خلال الزواج أو ملك اليمين قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وبذلك إذا بلغ الشاب مبلغ الرجال لا سبيل له لإشباع رغبته الجنسية إلا عن طريق الزواج فتصبح هذه الغريزة القوية دافعاً لبناء أسرة جديدة وحافزاً للعمل والنجاح في الحياة وفي هذا السياق وعد الله طالب الزواج بالعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف وبعد أن يتم الزواج شجع الإسلام على كثرة إنجاب الأطفال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وتكفل الله عز وجل برزق الأبناء سواء كان الآباء أغنياء أو فقراء قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأاً كبيراً وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله العظيم وجعل الإسلام السعي على الزوجة والأبناء والنفقة عليهم عبادة يؤجر المرء عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك رواه أبو هريرة ولكي تستقيم الحياة بين الزوجين جعل الله القوامة للرجل قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقه من أموالهم وأمر المرأة بطاعة زوجها وبشرها بالجنة إن هي فعلت ذلك عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه فالعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام ليست علاقة ندية ولا صراع بل علاقة مودة ورحمة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإذا استقامت علاقة الزواج وصلح حال الأسرة صلح حال المجتمع بالتبعية وكان النسل والذرية هم الثمرة الطيبة لذلك واللبنات التي تبنى بها الحضارة وتقوى بها الأمم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أبناءنا وأن يرزقنا بالرهم وأن يبارك لنا في أبناء المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلى والوبى والربى والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عمة يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقوم الصلاة